صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل تعالوا النهار ده نعمل انبوكسنج لماكنة الاسبيروس الجديدة بتاعتي ميركا ونشوف كده مميزاتها ايه و ايه اهم الحاجات اللي خليتنا اشتريها علشانها نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح كده البوكس بتاع المكانة سوا في جملة جميلة هنا لفتت انتباهي وانا بفتح المكانة الجملة دي بتقول زي ما احنا شايفين كده يعني انت متقدرش تشتري السعادة لكن ممكن تعمل كوباية قهوة وده اقرب حاجة للسعادة اول حاجة هتقابلنا هيكون المانوال بتاع المكانة وده مهم جدا لان فيه كل الداتة بتاعت ازاي هنبرمج المكانة وازاي هنستخدمها وازاي كمان هنعمل لها تنظيف مع الاستخدام دلوقت احنا طلعنا المكانة البوكس بتاعها وهي زي ما انتوا شايفين كده اول حاجة هتقابلنا في الجزء اللي فوق هو المعلقة بتاعت الاياس والتمبر بلاستيك وكمان هنلاقي معاه البسكت اللي هو السينجل شوت بسكت الشوت الواحد بتاع الاسبريسو ودي طبعا بيجي معها بسكتين بسكت سينجل شوت وبسكت دبل شوت والبسكتين دول بيكونوا مضغوطين وده معانا هنا البورتفيلتر بتاع المكانة وبورتفيلتر مقاس واحد وخمسين ميلي وجاي مع بسكت دبل شوت البسكت ده مضغوط برضو زي ما قلنا ما شاء الله البورتفيلتر وزنه تقيل حجمه كويس ومسكته كمان مريحة قوي في الايد والبسكت ده بيشيل لحد حوالي اربعتاشر جرام قهوة والسينجل لحد حوالي من سبعة لتسعة جرام زي ما احنا شايفين كده البسكت هنحاول نفكه عشان نشوف شكله عامل ازاي وكمان نشوف شكل البورتفيلتر من جوه عامل ازاي لان ده بيفرق كتير قوي من بورتفيلتر لبورتفيلتر ده البسكت نفسه من النوع المضغوط وكمان البورتفيلتر هنبص عليه من جوه هنلاقي فيه اللي هي الجزء اللي هو الاسود اللي هو بيتفك ويتركب بمصمار ده بحيس ان هو برضو ايه يحافظ ان الفلو ينزل في الفتحتين الموجودين بتوعه دول ولو حبينا نحاولها لبسكت مكشوف هنفك الجزء البلاستيك الاسود ده زي ما نشوف بعد كده في الفيديوهات وده معانا كابل الكهرباء بتاع المكناة بيش سلاسية طبعا كعادة اي مكناة بنجيبها من السعودية والماكناة دي يا جماعة بتيجي الف ربعمائة وخمسين واط وده بيخليها تعمل الاسبريسو وتبخر اللبن بكفاءة كويسة نيجي بقى للمكناة بتاعتنا نفسها نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونرفع كده الكفر بتاعها طبعا المكناة بتيجي بلون السيلفر ده البادي بتاعها كله من المعدن ودي حياة كويسة جدا لانها بتدي مقاومة وديرابيلتي كويسة قوي للمكناة انها تستمر ان شاء الله يعني بكفاءة عالية فترة طويلة فيها اربع زراير زي ما احنا شايفين باور وسنجل شوت ودابل شوت وزر عشان تبخير اللبن وفي معاها درعة تبخير احترافي زي ما احنا شايفين ودي القعدة اللي بتاخد الماء الزيادة او قهوة زيادة وموجود عليها الباج الاسم بتاع المكناة ميركا اهم المستين بقى معانا في المكناة دي هما البروشور جيج او عداد الضغط اللي قدامنا ده والجانب درعة تبخير الاحترافي اللي احنا قلنا عليه وده لان عداد الضغط عيوضح لك الضغط اللي موجود طول ما انت بتعمل القهوة بتاعتك فهتكون عارف كويس انت بتعمل القهوة كده مظبوط في الرنج بتاع الاسبروسو المظبوط بتاعك ولا لأ وده طبعا عيساهل جدا انك تحدد درجة التحن لكل نوع بون بكل سهولة فمش هتهدر كتير في محاولات اولية عشان تعرف نوع البون ده تقدر تعملو اسبروسو على درجة طحن قدية وطبعا درعة التبخير بيكون احترافي فده بيسهل عليك تفويم اللبن بسهولة وفي اسرع وقت ما بيكونش متعبة ومتحتاجش كتير اول انك تتضرب عليه طبعا المميزات دي لجانب الواط المناسب جدا للمكينة اللي هو الف ربعمائة وخمسين واط كان من اهم الاسباب اللي خليتني اختار مكينة ميركا عشان اضيفها عندي للمكينات اللي موجودة وطبعا انا طلبتها من السعودية عن طريق صفحة زين ستور لو حبيتوا تجيبوا اي حاجة من السعودية ممكن تتعاملوا معاهم جدا وقول لهم انكم معاك وكود الفا وان شاء الله عاملكم مخصم كويس جدا ومعلش بقى ان اتأخرت شوية في الفيديوهات الفترة اللي فاتت لاني للاسف كنت تعبان شوية لكن الحمد لله هنرجع تاني اعمل فيديوهات احلى من الاول وان شاء الله اشوفكم قرية بفيديوهات جديدة ومع السلامة